أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعوذ أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أجنة مما تدعونا إليه وفي آذارنا وقروا ومن بيننا وبينك فهجام فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعمل الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون واندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سماء للسائلين ثم استمى إلى السماء وأن يدخلوا فقال لو للأرض ائتها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهم سبع سبابات في عمين مرحى في كل سماء أمرها وذينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أن أذرتكم صاعقة مثل صاعف جعاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم منه كافرون فأما يعادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام حساد لنزيقهم عذاب الخذ في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فأبيناهم فاستحبوا العباء على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر الأعداء حتى إذا ما جاءوها شيد عليهم سمعهم وابصار وجلود بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقهم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظلنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثل لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرآن فزينونهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قول من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فنعذيق أن الذين كفروا عذابا شديدا ونجزي أنهم أسأل الذي كانوا يعملون ذلك جزاء وعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أين الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستمي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذابة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من السيطان نظر فاستعذ بالله إنه هو السمير العليم ومن آيات الليل والنار والشمس والقبر لا تسجدوا للشمس ولا للقبر واستدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون لهم بالليل والنار وهم لا يستمون ومن آياته أن كتر الأرض خاشرة فإذا أنزلنا علي الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباتل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاه والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عماه أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليها وما ربك بظلام للعبيد إليه رد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من موسى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذانا كما منا من شهيد وظلان ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسوا الشب فيغوص القنوط ولئن أبقناه رحمة منا مما جراء مست لا يقولنا ذاني وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لعنده للحسنى فإنبئن الذين كفروا بما عملوه ولنضيقنهم من عذاب غليظ وإذا نعمنا على الإنسان أعرضونا بجانبه وإذا مسوا الشغ فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أظل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبينهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه ولا أكل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط